السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم أستاذ عبدالله النزي معلم الدراسات الاجتماعية وعلى لغة إشارة أستاذة نسرين نصار اليوم سوف نتحدث في إثراء ثلاثة عن الوحدة السادسة الوحدة السادسة ستحدث عن الأنظمة واللوائح ومن دروس الوحدة الثالثة الدرس الثاني والعشرون مفهوم الأنظمة واللوائح الدرس الثالث والعشرون مجالات الأنظمة واللوائح الدرس الرابع والعشرون فوائد الأنظمة واللوائح هذه دروس الوحدة السادسة الأنظمة واللوائح الأنظمة هو اللوائح تعريف الأنظمة وتعريف اللائحة النظام تعريف النظام هو قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانباً محدداً لتحقيق فائدة للجميع وأفراده المجتمع وأفراده هذا تعريف النظام النظام هو قواعد وأحكام عامة ملزمة تنظم جانباً محدداً لتحقيق فائدة للمجتمع وأفراده أما اللائحة هي القواعد التنفيذية أو التنظيمية التي يصدرها مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو الجهة المشرفة على تنفيذ أحكام نظام محدداً فتعريف اللائحة هي قواعد القواعد التنفيذية أو التنظيمية التي يصدرها أما مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو الجهة المشرفة على تنفيذ أحكام نظام محدد هذا تعريف اللائحة وتحدد بالتفصيل أحكام والمسؤوليات أو الالتزامات أو العقوبات هذا النظام واللائحة عرفنا النظام هنا عرفنا اللائحة الفرق بين النظام واللائحة النظام السمة العامة فيه أنه عام أما أداة الإصدار النظام هو مرسوم ملكي مرسوم ملكي أما التعديل في النظام فهو قليل جداً هذا النظام السمة عام بشكل عام أداة الإصدار مرسوم ملكي التعديل قليل جداً ثانياً اللائحة السمة مفصل أداة الإصدار إما قرار مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة للجهة الحكومية أو الوزير المختص أو رئيس الجهة التي تصدر منها اللائحة التعديل في اللائحة التعديل في اللائحة كثير هذا الفرق بين النظام واللائحة النظام السمة عام واللائحة مفصل أداة إصدار النظام مرسوم ملكي أما أداة إصدار اللائحة قرار مجلس الوزراء مجلس الإدارة للجهة الحكومية الوزير المختص أو رئيس الجهة التعديل في النظام قليل جداً والتعديل في اللائحة كثير وتتضمن اللائحة مواد تفصيلية تتضمن مواد تفصيلية تطبق في الموضوع الذي صدرت بشأنه وفي أثناء التطبيق يحدث عدد من التغيرات تستدعي تعديل هذه اللائحة وهو ما يضطر الجهة إلى تعديلها من وقت لآخر حتى يواعم العمل بها الجوانب التي صدرت من أجلها فعلي هذا الفرق بين النظام واللائحة أما مراحل صدور النظام يمر صدور النظام بعدد من المراحل التي يحصل فيها اقتراح فكرته ثم دراسة هذا الاقتراح ثم مراجعته ثم إقراره ومن ثم نشله هذه مراحل صدور النظام يمر صدور النظام بعدد من المراحل التي يحصل فيها اقتراح فكرته ثم دراستها ومراجعته ثم إقراره ونشره وتدرس النظام السلطة التنظيمية مجلس الشورى هذا ليدرس النظام تدرس النظام السلطة التنظيمية والسلطة التنظيمية هي مجلس الشورى ويتم إقراره تمهيداً لإصداره من قبل السلطة التنفيذية وهي مجلس الوزراء تدرس النظام السلطة التنظيمية مجلس الشورى ويتم إقراره تمهيداً لإصداره من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية اللي هي مجلس الوزران هذه مراحل صدور النظام ودراسة النظام وإصداره مراحل صدور النظام مراحل صدور النظام لدينا ستة مراحل أولاً مرحلة الاقتراح مرحلة الاقتراح وتكون من الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو مجلس الشورى أو عضو مجلس الوزران هذه مرحلة أول مرحلة مراحل صدور النظام مرحلة الاقتراح ثانياً مرحلة الاعداد والتحضير مرحلة الاعداد والتحضير ويكون من قبل اللجنة العامة بمجلس الوزران أو هيئة الخبراء بمجلس الوزران هذه مرحلة الاعداد والتحضير ثالثا مرحلة الدراسة والمراجعة وتكون من قبل مجلس الشورى رابعا مرحلة الإقرار ويكون من قبل مجلس الوزراء مجلس الوزراء خامسا مرحلة الإصدار إصدار النظام من قبل الملك بموجب مرسوم ملكي من قبل الملك بموجب مرسوم ملكي سادسا مرحلة النشر ويكون في الصحيفة الرسمية صحيفة أم القرى في الصحيفة الرسمية صحيفة أم القرى هذه مراحل صدور النظام ستة مراحل مرحلة الاقتراح مرحلة الاعداد والتحضير مرحلة الدراسة والمراجعة مرحلة الإقرار ومن ثم مرحلة الإصدار ومن ثم مرحلة النشر أنواع الأنظمة الأنظمة نوعا الأنظمة نوعا الأنظمة الأساسية وهي الأنظمة التي تختص بأساس الدولة وتنظيم المؤسسات الحكوم فيها وسلطاتها وأقرار الحقوق الرئيسية الأنظمة نوعا الأنظمة الأساسية وهي الأنظمة التي تختص بأساس الدولة وتنظيم مؤسسات الحكوم فيها وسلطاتها وإقرار الحقوق الرئيسية ثانيا الأنظمة العامة وهي الأنظمة التي تختص بموضوعات عامة أو تختص بأحكام الأجهزة الإدارية هذه أنواع الأنظمة أنظمة أساسية وأنظمة عامة أنواع الأنظمة أساسية وأنظمة عامة أنواع الأنظمة الأنظمة الأساسية تصدر بأمر ملكي الأنظمة الأساسية تصدر بأمر ملكي ومن الأنظمة أساس الدولة زي نظام الأساس الحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء ونظام هيئة البيعة ونظام المناطق من أمثلة أنظمة أساس الدولة ثانيا الأنظمة العامة وتصدر بمرسوم ملكي وتصدر بمرسوم ملكي وهي نوعان إما موضوعات عامة أو تنظيم الأجهزة الحكومية ومن أمثلة الموضوعات العامة نظام حماية الطفل ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومن أمثلة تنظيم الأجهزة الحكومية نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء ونظام البنك المركزي السعودي هذه أنواع الأنظمة الأساسية والأنظمة العامة الأساسية تصدر بأمر ملكي والأنظمة العامة تصدر بمرسوم ملكي ومثلنا على الأنظمة أساس الدولة وكذلك موضوعات عامة وتنظيم الأجهزة الحكومية نأتي إلى أنواع اللوائح لدينا ثلاث أنواع لللوائح أنواع اللوائح لوائح تنفيذية لوائح تنفيذية تصدر تنفيذ الأحكام العامة للنظام معين وتتضمن تفاصيل قواعدها ما يلزم لتطبيق قواعد ذلك النظام مثال اللائحة التنفيذية لنظام المرور التي تتضمن تفاصيل قواعد سير المركبات وأداب الطرق وقواعد أفضلية المرور وحدود السرعة وأحكام استخدام حزام الأمان المخصص الأطفال أثناء السير على الطريق هذه أول أنواع اللوائح لوائح تنفيذية ثانياً لوائح تنظيمية وتصدر لتنظيم وترتيب عمل المرافق العامة كإنشاء الوزارات والمصالح الحكومية وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها ثالثة من أنواع اللوائح لوائح ضبط تصدرها هذه اللوائح الجهات التنفيذية وتتضمن قواعدها ما يلزم لحماية وضمان الأمن والسكينة والصحة العامة مثل اللوائح الخاصة مثال اللوائح الخاصة بالمحلات ومراقبة الأغذية والبائعة المتجوية صار عندنا أنواع اللوائح لوائح تنفيذية لتطبيق النظام ولوائح تنظيمية ترتيب إداري ولوائح ضبط هي لحماية المجتمع هذه أنواع اللوائح ثلاثة فوائد الأنظمة واللوائح للأنظمة واللوائح فوائد عديدة منها فوائد تنظيمية تتعلق بتنظيم شؤون الأجهزة الحكومية والعاملين فيها وعلاقتهم بالأجهزة الأخرى كذلك فوائد اجتماعية تتعلق بالحماية والمحافظة على الفرد والمجتمع ومعالجة المشكلات المجتمعية ثلاثة فوائد تنموية تتعلق بتحقيق التطوير والتنمية المستدامة أربعة فوائد اقتصادية تتعلق بتحفيز الاقتصاد من خلال الشفافية والضبط والتنظيم هذه فوائد الأنظمة واللوائح فوائد الأنظمة واللوائح أربعة فوائد تنظيمية فوائد اجتماعية وفوائد تنموية وفوائد اقتصادية لأنظمة واللوائح فوائد عديدة ذكرناها فوائد تنظيمية واجتماعية وتنموية واقتصادية تعالج الأنظمة واللوائح كثير من المشكلات المجتمعية وتعمل لحماية الناس ودعم حقوقهم وضبط أعمالهم ومن أمثلة معالجة الأنظمة واللوائح للمشكلات المجتمعية هنا أمثلة معالجة الأنظمة واللوائح للمشكلات المجتمعية لدينا هنا المشكلة المجتمعية والنظام والعلاج من المشكلة خلال بعض الأشخاص بالأمانة وأخذ الرشوة مقابل مالي شخصي لأداء العمل أو للتجاوز عن مخالفة ارتكبها مقدم الرشوة النظام نظام مكافحة الرشوة الذي صدر في عام 1412 أما علاجها لتحقيق العدالة للجميع ولتعزيز الأمانة ومعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة المالية وكذلك توفير وسائل الإبلاغ عن الرشوة هذه المشكلة المجتمعية الأولى أخذ الرشوة المشكلة المجتمعية الثانية استغلال بعض وسائل التقنية الحديثة والتواصل الاجتماعي للإساءة للآخرين والدخول غير مشروع إلى مواقعهم الإلكترونية والتشهير بهم والحاق الضرر بهم وأخذ الصور لهم دون إذنهم هذه المشكلة المجتمعية الثانية الإساءة للآخرين الدخول غير مشروع إلى مواقعهم الإلكترونية والتشهير بهم والحاق الضرر بهم وأخذ صور لهم دون إذنهم النظام هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر في عام 1428 له تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ حقوق الجميع في الاستعمال المشروع الوسائل التقنية وحماية المصرح العامة والأخلاق والأداب العامة حماية الجوانب الشخصية ومعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة المالية ثالثا من المشكلة المجتمعية إهمال الأطفال وإيذائهم سواء في الأسرة أو المدرسة أو الأماكن العامة أو غيرها واستغلالهم في التسول وتركهم دون سند أسري وترك العناية بهم صحيا وغير ذلك النظام في إهمال الطفل وإيذائهم سمع نظام حماية الطفل الذي صدر في عام 1436 وحماية الطفل من كل أنواع الإيذاء والإهمال وحفظ حقوقه التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة الاجتماعية والدولية كذلك تأكيد حق الطفل في الرعاية الأسرية والعناية الصحية كذلك توفير دور الرعاية للأطفال ذوي المشكلات المجتمعية وكذلك معاقبة المخالفين هذه المشكلات المجتمعية نأتي الآن إلى نتائج الالتزام بالأنظمة نتائج الالتزام بالأنظمة من نتائج الالتزام بالأنظمة حماية المجتمع أولا حماية المجتمع هذه من نتائج الالتزام بالأنظمة حماية المجتمع ثانيا من النتائج تحمل المسؤولية من نتائج الالتزام بالأنظمة تحمل المسؤولية ثالثا تحقيق التنمية والتطور ثالثا من نتائج الالتزام الأنظمة تحقيق التنمية والتطور رابعا من نتائج الالتزام الأنظمة المحافظة على حقوق الفرد رابعا المحافظة على حقوق الفرد خامسا من نتائج الالتزام الأنظمة خامسا تقدم مستويات الخدمة تقدم مستويات الخدمة هذه من نتائج الالتزام الأنظمة سادسا تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع سابعا من نتائج الالتزام الأنظمة سادسا تحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع سابعا من نتائج الالتزام الأنظمة تحقيق الأمن والاستقرار سابعا تحقيق الأمن والاستقرار ثامن من نتائج الالتزام الأنظمة تعزيز المواطنة تعزيز المواطنة هذه نتائج الالتزام الأنظمة من نتائج ذكرنا ثمانية لنتائج الالتزام الأنظمة كذا أنهينا درسنا اليوم إثراء ثلاثة شكرا لكم حسن استماعكم وإن صادتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم